هزيمة سياسية جديدة يمنى بها حزب العدلة والتنمية الحاكم في تركيا بعدما اختار ناخبو اسطنبول اكرم امام اوغلو لرئاسة بلدية المدينة الاكبر في البلاد مرشح الحزب الحاكم في اسطنبول بن علي يلدرم اقر بهزيمته امام مرشح المعارضة بعدما اعلنت وسائل اعلام تركية النتائج قائلا ان هذه الانتخابات اظهرت الديمقراطية التركية بشكل مثالي واجريت اعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول بناء على طلب الحكومة بعد ان فقد الحزب الحاكم السيطرة على بلدية المدينة لاول مرة منذ خمسة وعشرين عاما بالاضافة للعاصمة انقرة ومدن اخرى تقطنها النخب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من يفز في اسطنبول يفز بتركيا عبارة كانت لاردغان الذي بات بحسب مراقبين يواجه عقبات تعرقل شعبيته داخل حزبه بسبب الازمات الاقتصادية والسياسية التي افرزتها سياساته الاخيرة في المنطقة وحذر مراقبون من ان خسارة حزب اردغان للمرة الثانية لن تشكل ضربة له فحسب بل ستعزز الانشقاقات داخل حزبه في وقت سعى فيه للسيطرة على هذه المدينة والتي سبق ان تولى منصب رئيس بلديتها لاعوام حيث كانت المعبر له الى رأس السلطة السياسية في تركيا اشتركوا في القناة